نبدأ نشرتنا من الشأن المحلي حيث نمى القطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً بنسبة معدل سنوي وصلت إلى 4.7% في الربع الثالث من العام 2016 ووفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي والصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً إجمالياً بنسبة 3.6% في الأربع الثلاثة الأولى من العام 2016 متجاوزاً بذلك ما حققه من نمو في العام 2015 وشهد الربع الثالث من العام الماضي ازدهار الاقتصاد غير النفطي الذي حقق زخماً على الرغم من تذبد بأسعار النفط والتقلبات الدولية وعكس الأداء القوي للاقتصاد الوطني قوة المحركات الهيكلية للنمو في الاقتصاد البحريني المتنوع كما ساهمت الإصلاحات التشريعية التي قدمتها البحرين في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الأقليمية وتعزيز الابتكار والنمو في خبر آخر نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة تعريفية حول سوق البحرين الاستثماري وهو سوق أسهم أسهم مبتكر من المزمع إطلاق في شهر إبريل المقبل وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة إن سوق البحرين الاستثماري يعد ثمرة العمل الدؤوب لتأسيس سوق مبتكر بمعايير عالمية يخدم الشركات المحلية والإقليمية ويدعم نموها ويضمن مصالح أصحاب الشركات والمستثمرين هذا ويعمل سوق البحرين الاستثماري وفق إطار تنظيمي أكثر يسرا وشروط إفصاح وإدراج أسهل وفترة موافقة أقصر فضلا عن توفير خدمات الدعم والإرشاد للشركات قبل وبعد الإدراج عن طريق مكاتب استشارية متخصصة في هذا الشأن ومعتمدة من قبل بورصة البحرين علما بأن قواعد سوق البحرين الاستثماري موافق عليها من قبل مصرف البحرين المركزي اعتمدت الجمعية العامة العادية لمصرف السلام البحرين توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع وذلك بإجمال يبلغ 10 ملايين و705 ألاف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وقد أقرت الجمعية تحويل مبلغ مليون وستمائة واثنين وعشرين ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني إضافة إلى الموافقة على إعادة شراء أسهم المصرف أو أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة وقد وافقت العمومية على مقترح المصرف بإنشاء برنامج مقيد لشراء أسهم جميع المساهمين في المصرف والذين يمتلكون أقل من ألف سهم في تاريخ قفل السجل وذلك بسعر السوق في يوم الجمعية العامة العادية مضافاً عليها عشرة فلوس وذلك بعد استفاء الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية نفتخر بوجود أرباح زيادة 30% من العام السابق الحمد لله رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها العالم وأيضاً رغم انخفاض السعر النفط الموجود في المنطقة لكن قدرنا بوجود عمليات دقيقة ووجود منتجات جديدة ومبتكرة طبعاً في هذه العشر سنوات الماضية قدرت المصرف أن نستحوذ على مصرفين آخرين اللي هو البنك البحرين السعودي وبياماي بانك وفي هذه الاستحواذات قدرنا نوسع عدد عملائنا وتكبر عائلة مصرف السلام البحرين ونتمنى في 2017 أن نثبت وجود العمليات وإن شاء الله العمليات تنتشر أكثر في مملكة البحرين وأيضاً نتسع إلى القارة الأفريقية ممكن في توسعة العمليات اللي موجودة هناك والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر